الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وسحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحلقة الله حلقة 62 تا كفال لحلقة الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف مواجهة مجرده كفاوة دا ومبيلو كفاوة دا ومحسلا لقصة لقصة مرة مهمت ومرة تعمل وسنيت كمثل انتابع إن شاء الله لنقرأكم ما مؤلف كاتبها الله لنقرأكم ما مؤلف كاتبها الله لنقرأنا بغيانا مثل اندقم ومثل انفصل الله إن شاء الله لنستفيد من النبي بإذن الله عز وجل وعبرة الناس وعزة الناس ومواجهة النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الذين لنقرأنا وفي الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف وفي هذه الظروف قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه فخرج إليها ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارث وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام حتى بلق الطائف ونزل على ثلاثة إقوى من رؤساء الثقيف فدعاهم إلى الإسلام وإلى نصرته صلى الله عليه وسلم على تبليقه فلم يستجيبوا له بل ردوا عليه أسوأ رد فتركهم وقصد الآخرين ودعاهم إلى قبل الإسلام ونصرته ولم يزل يتنقلوا من رئيس إلى رئيس فلم يترك أحدا من أشرا فيهم إلا وكلمهم وقضى في ذلك عشرة أيام لكن لم يستجيب له أحد بل قالوا له اخرج من بلدنا وغروا به سبيانهم سفهائهم وعبيدهم فلما تهيأ وخرج وقفوا له في سفين وأخذوا يسبونه ويشتمونه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وقدميه صلى الله عليه وسلم وحتى خضلت نعلاه بالدم وكان زيد بن الحارث رضي الله عنه يقيه بنفسه ويدافع عنه فأصابه شجاج في رأسه واستمرت هذه السفاهة حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط العتبة وشيبة ابني ربيعة على بعد ثلاثة أميال من الطائف فدخل فيه فلما دخل فيه انسرفوا عنه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط تحت الظل حبلة من عنب متعمدا على جدار وقد أثر في نفسه ما لاقاه فدعى بالدعاء المشهور ما هو هذا الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى دقيفين يتجهمني أم إلى عدو من لكته أمري إن لم يكن بك علي قضب فلا أبالي ولكن عفيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وسالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي قضبك أو يحل علي سخطك لك العطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ورأاه ابن ربيعة في هذا الحال فأخذتهما رقة وأرسلا إليه بقطف من عنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يدول يتناوله قال بسم الله ثم أكل فقال عداس هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك فقال النصراني من أهل نينوى نينوى طبعا في العراق فقال من قلت الرجل السالح يونس بن متة فقال وما يدرك ما يونس بن متة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي وقرأ عليه قصة يونس عليه السلام من القرآن فأسلم عداس على ما يقال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائض وتقدم في طريقه إلى مكة وهو كئيب حزين مهموم حتى إذا بلق قرن المنازل أذلته صحابة فيها جبريل ومعه ملك الجبال فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فناداه جبريل قال إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت ثم سلم ملك الجبال وقال يا محمد ذاك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلى بهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه بمجيء هذا النصر وتقدم في طريقه إلى مكة حتى نزل بنخلة وأقام بها أياما وأثناء قامته بها صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن وهو قائم يسلي بأصحابه صلاة الفجر فلما قد ولوا إلى قومهم منذرين وقد آمنوا به ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذلك القرآن آيات من سورة الأحقاف وآيات من سورة الجن وبعد أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخلة يريد مكة هو يرجو من الله الفرج والمخرج ويخشى من قريش الشر والبطش فأحب أن يحتاط لنفسه فلما دنى من مكة مكث بحراء وبعث رجلا إلى الأخنس من الشريق ليجيره فاعتذر بأنه حليف والحليف لا يجير فأرسل إلى سهيل بن عمر فاعتذر بأنه من بن عامر بن الوي وهم لا يجيرون على بن كعب بن الوي فأرسل إلى المطعم بن عدي وهم بن نوفل بن عبد المناف أخي هاشم بن عبد المناف جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المناف عز بطن في قريش فقال المطعم نعم وتسلح هو وبنوه ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت وسلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وأولاده محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح وكان المطعم قد أعلن في قريش أنه أجار محمدا فقبلوا ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف بذوح حزاب وفتوح ويلات رأى وقوي ودو وابن لا كفو ودبا تيكسو من قرر دبعا قابو أسقل أسقنو ابدا مال آتو وابن لا كفو وفقال مني نبي لو وطرزو والنبي صلى الله عليه وسلم سكى الطائف دور قيسا مولانا يعلام سلو أطلق الدمر على سحابي جليل زيد بني حارسا و عند قيسا سكى الطائف أكل قريت ما تأو كاين أكل حي ما تأو كاين أكل عد ما تأو كاين دعوات قدوا مولانا وقلهم أبو وآخر شي دي بالطائف كمسال بطحو دي بسلسحو منو جهانا يوم من قبيل السقيف دي بوم كارا وقلهم هيني سلاسيوهم أبو كمساليهو أر أورو لزو عمانا يوم ولا رؤساء لنا يوم ولا وجهات لنا يوم اللهم قيس على والأسئلهم على وطالب منهم على قلهم نصوروا والدبلا دعوات قل السدو والدين قل تكبطوا ولا إله إلا الله قل يبالو وقل كل أبو وابو قبلوا وابن لا كفو والنبي صلى الله عليه وسلم سكى العقابه وسكى الأسئنو أدماء يقبأ والزيد بني حارسة دافع منه على أبو ديو أربو أبو أرواحتو وأسكمة دي بحنقلوا الدباطة وفكاء وأدماء أفقال زيد بني حارسة وحقوها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أكوف لصفاءنا يوم صلت أو ديبو لأجنيتو ولا أكبروم ولا نعيشوم ولا صفاءنا يوم عند الله أكوف عند التعايير عند صبوب عند لو أندو دي مزرعات حيط أطلب ديبا نعي وشيب أولاد يعني أولاد ربيعة دي بوم تحت إطلنا يوم أتى وثلس أميال لكن من الطائف اللي تريمت مسافات برا من الطائف مسافات وديبا تقع وديبا حيشو لكن تقع وفتران على النبي صلى الله عليه وسلم بمر حزناه تأثرة لحصلة منه وتوم الوضو بمر تأثرة وتو ديبا ديبا إلا إنبئت ديبا انتهو اعتمود على ديبا تنكوب على وليكم سأل حصلة ديبا النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء لمشهور بدعة لدعاء يعني دعاء مشهورته كل إنسان مضطر وكل إنسان مظلوم وكل إنسان مضطهد قل لي بقل له ضروريته ومتكررته مشهورته بين المسلمين وتو اللي دعاء اللي كما بدير بأنه ديما قل نتقم اللهم إليك أشكو دعف قوتي يا ربي اللي دعف قوتي ديبك شكية وقلة حيلتي بحيلتك كمان ديبك شكية وهواني على الناس كمسؤل اللي داعيف قبأوا اللي هينون قبأوا يا أرحم الراحمين أنت ربي المستدعفين يا الله أنت ربي المستدعفين وأنت ربي إلى من تكلني يا ربي من التنكم انباليك إلى بعيد يتجهمني ريم لها القفن أم إلى عدو من ملت أم عدو أم يدي هو قل لك إن لم يكن بك علي قدب فلا أبالي بس رضاك يا ربي أنت من قدب وانت يا الله يا أرحم الراحمين بعد كله ان شاء الله أنا احتصب وأصبر وبلأت وبلأ صبر لحد وانبياء وكل وصبر من والنبي صلى الله عليه وسلم هو جامع الصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولكن عافيتك كاتما يعني عافيتك يا رب العالمين ربنا معافية اللهم معافية في دهنا ودنيا عافية دي بد وبد ن واحد عافية وعافية لح Bea عقوب وديب دينيك وديب دينكار عافية لعبك لبعد كله ساهلته واصر عافيته كله وعافيته هنا ديب دين باستقامته وبصلاح وديب قروه من أمراض ومن ذلة أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يا رب العالمين بوجهك وبعزتك وجهك لظلمات كلها ديب قرمات ندعنا نور لتشرق أبو ونشرق ديب نور لأنفكر أبو لصلاحنا الدنيا ونعي آخرى لابو ديبو عندبيركم سلدعاء وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي قذبك يا رب العالمين لا تغضب علي أو يحل علي سخطك يا رب العالمين لك العذبة حتى تغضي يا الله يعني يا ولو ديب ربي للذلل وديب ربي وقال ربي الخضع وقال ربي خشع وديب ربي لأقبل وديب ربي رمك وكل كل بابنا يا ربي منه يتهكي ويتقبر أي وقت دعي أي وقت استغفر أي وقت توبه أي وقت حذي إلى وديك من ودي إلى وقتك من قبي جيب ربي أقبل ودي بربي حدي ربي إن شاء الله لك وبدك الله فرجة ولا أمر العصير لها لا يسر ولا حولة ولا قوة إلا بك قوة وحيلة كل يا رب العالمين و لم يتكلمون بقاتلها و لم يتكلمون أن لديكم من يتكلمات و من تجيننتهم من ايوم و لم تكلمون سبيطة تقشن نائ 입 و كانوا يتكلمون عن عينب و تسويه من أسفل لقد فعلوا يوم المزارع فشاعة العداس النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله العداس لا كلمات فقط إذن يولي يا آمر انت من أي أكام أن تكون أنا من مدينة ودينك ميتو أنا من مدينة نينو من نعنا ونسران أنا بيلي طيب وانت من قريتنا يا نبي صالح يونس من أنت بيلي النبي صلى الله عليه وسلم وما تأمر يكا بيونس كمسل بيلي يونس نبيته والأنبياء أخوة أبناء علات وحويته كلنا أنبياء حنا وانام نبي أنا بيلي ومن سورة قصتنا يسيدنا يونس القهر أغل من القرآن وإلى عداس أسلم لبلو النبي صلى الله عليه وسلم أخوة أخوة conference أخوة 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 المكاد من الطغير شوية مسافة هله ومن نا سكما كادام قيس من دا احراما اللا كان دور بطحا جبريل متعيوت لا كيوغل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بيلي ربي مالاك الجبال لإقرق الكالا والليتي مالاك الجبال ونسريالا والاستأذنك كالا من تحدي لهم كتابق ديبهم وغل لانتاقم بل كربق لسديك كمسر بيليهم اللا دبر اللهم هينا لأخشبين لا قلوت جبالتهم أبو قبس وزبر أوردتهم قابلوا لعلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا لأ بيلا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعود الله وحده لا يشرك به شيئا يمكن الله سبحانه وتعالى وقدرته من عواطهم ومنهم زرريت رب الله تعبذ ويتشرك بيلا زرريت خلق وزرريت لمدى إشان كدا لأ بيلا والنبي صلى الله عليه وسلم اللي تألع وطلبه اللي ناسر أبو شوية من جديد يعني أمل ودا وطريحة ولحظة خافة منه واباه إلى ما سكمكاته جهن جنته منطقة حتى ديبا كان كارا ناخده لبولا وايام ناسر أبو شوية ديبا عرفة وادما نكاقل قليل إتيه ديبا كان لانتو جنمات أو نحفر من الجن مجموعات من الجن وقرآن سمعه والنبي صلى الله عليه وسلم بما اللي يهام وصرات الفجر اندل السلة وديب الليش أن اللي آيات كارا يهتم آمنوا بلا قرآن كمسر سمع يوم عجبوو ديب سورة الجن قرآن سمعنا قرآن عجبة لبي ديب آيات وديب سورة كمان الأحقاف آيات هالليت مخصوص الجن تاقي واننبي كمسر آمنوا ونصمعوا لقايسوا حر آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بشعر بومي على إلا حسنه كمسر يوم كمان النبي صلى الله عليه وسلم من إلا كان النخل اللي بولا منا سكمك كفقرة وسكمك كنده جيز وفرج ومخرج من رب العالمين عنده لحده وأريش الشر لانا يوم ولا بطش لانا يوم ولا ظلم لانا يوم ودير مرة على أدهمة فريهم من على وحسابين دا ودى من لوحر ديب مكة مسان قربة أتسال ودقبة بشعر آآ يعني ببزو عما اللهم الأسئل قل ديب حمايتو مقل لقباء وقل سدوو وأكل قورة طاقة كين لأبا علو كل مرت نفر للطاقة ولأبا علو كل مرت نفر للطاقة لأبا علو كل مرت نفر للطاقة والأبا علو وإندا تكبتا دي بحماية جاقب نعم أنا تكبتا كبيريو واتكبتيو النبي صلى الله عليه وسلم ما كاتا وطواف ودا وإلي المطعم وولادو صلحو من دارفعو النبي صلى الله عليه وسلم دي بحمايتهم على والنبي دي بكل بيالا ودي بحماية جال بيالا وإليكم سأل الله علىنا وإلا قصتنا الطائفكم سأل الله انتهيت وإن شاء الله الحلقة بطلها الليت جدا للمشركين وطلبهم الآيات لبقى النقستو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة